فأنا بوقفه بطريقته جميلة فهنا أنا برامل وطول صورة جميلة حلوة وعايز أقول لحضراتك الناس اللي بيغير على تراث مصر ده أنا بحييه ده حقيقة يعني اللي زعلاني وقولك المقابر ده أنا بحييه هل الأماكن دي هتتنيه لها تتهدى يحصل إزاي ده شارع المعز ده الصورة دي كلها شارع المعز والقاهرة يلا علشان الناس بتتداول وتخيالي حضرتك يعني كله بينزل المناطق دي وأنا ساعت جدا لما تنزلي شارع المعز بس أنا عايز أقولي الناس بالمناسبة مش شارع المعز هو الأثار فيه شارع باب الوزير وفيه درب الأحمر وفيه مصار أهل البيت بس أنا بعشق المناطق دي جميلة يعني كده ببقى مش عايزة فالمقازن بص حضرتك أنا لما أمشي بقى وشوف شكل القل جميلة واللي لقيتها يعني وانا عارف يعني المريدين الجمال حبيبي اللي بيغيروا على أثار مصر عشان كده بيتكلموا كتير على السوشال ميديا بس بنوضح 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 علشان ما حدش يزعل ويقول بنوضح مش فكرة ما حدش يزعل فكرة إنه لو حاجة بتحصل وعملية نقل لازم نوضح للناس الفرق بين الهدم والفرق بين النقل طبعا ولازم نقول للناس إنه لو حصل في العالم حاجات نتيجة إنه العالم محتاجة هزي الأماكن وحصل في مصر قبل كده نقل نبقى واضحين ونبقى بشكل صريح وبرضو بقول معدى الأثار شوفي معدى الأثار الأثار بتتنقل في حالة ندرة زي ما أنا قلتلك القبة بتاعت رؤية دودو في حالة ندرة لما المياه خلاص جابتها على الأرض بس المقازن بقى لما بشوف المقازن أنا ماشي عشان برضو السادة المشاهدين أعرف كمة المئزانة بعصرها يعني أنا من كمة المئزانة أعرف أنا في عصر بس مش كله لكل قاعدة شواز يعني فيه كده مئزن كأقدم المئزن عندنا بتاخد شكل الكبايبة قبة كده منفصصة مضلعة ده فاطمي يعني وأنا مغمط كده عصر فاطمي ده أنت مش إحنا أخونا اللي عايزين نعرف فاطمي وبعدين أفضل يعني فضل موجود حتى الأيوبي ودات المملك البحرية بعد كده هنلاقي شكل الأولة المقلوبة اللي هو الشكل البصلي وأنا مغمط ده أواخر اللون البصلي ده نفسي ما حدش يقرب من اللون ده يصيبوه على كده بص معظم المئزن حضرتك كله ده مملكي مملكي ده داخل مملكي بحر ومملكي جركاسي تعمل مرحلة ده اللي عايزين نحافظ أنا لما بمشي والله إحنا يعني عشان بس الناس اللي زعلانا إحنا بنغير على الآثار زي ما انتم بتغيروا أكتر كمان أنا أنا مبسوطة يعني لازم لوضع يا دكتور يا جماعة هو اتخذت بمذاك كده واتقص وما حصلش الكلام ده بقى أنا هوافق على هد ده كلام استحالة بس